بسم الله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الإسلام على المسلمين أن يتكافلوا فيما بينهم وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر مقارنا للأمر بالصلاة أنت في الصلاة تتوجه إلى الله تعالى وأنت في الزكاة تخرج الزكاة قاصدا بها وجه الله لكنك تعم بها الخير مع المسلمين ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اسمحوا لي أن أوضح أحكام زكاة المال وزكاة الذهب إيه المقصود بزكاة المال؟ شخص اتدخر مالا المال ده فضل يكبر وينمو لحد ما وصل إلى النصاب النصاب يعني إيه؟ النصاب يعني 8-85 جرام ذهب طيب شعر الذهب متغير حضرتك بتعرف 85 جرام ذهب 8 هم كام وتحسب عليه؟ طيب بس هو أنا جيت في يوم لقيت الحمد لله لو افترضنا مثلا أن النصاب مبلغ معين أنا جبت المبلغ ده وأصبح المال مدخر بعد شهر أو اتنين أو تلاتة زاد سعر الذهب وبالتالي أصبح النصاب تمنه أعلى أو النصاب نفسه مبلغه أعلى أنا مش معايا يبقى حضرتك يسقط عنك أنك أنت وصلت إلى النصاب لما ربنا يكرمك ويرزقك وتجيلك فلوس تاني وتوصل بيها إلى النصاب تبدأ تحسب عام من أول ما وصلت فلوسك للنصاب يبقى احنا عندنا شرطين الشرط الأول أن يبلغ الماله النصاب النصاب اللي هو تمن 85 جرام ذهب عيار كام؟ خلاف عيار 24 ولا عيار 21 يا سيدي خلينا نتوسط ونقول عيار 21 ونمشي عليه الأمر الثاني أن المال لما بلغ النصاب حال عليه الحاول دون أن ينقص ممكن يفضل زي ما هو أو يزيد لكن لو نقص حضرتك يبقى خرجت برا حسبة الزكاة لما ترجع تاني يبقى معاك مبلغ النصاب تبدأ تعد سنة جديدة هذا الأمر الأمر اللي بعده أنه الإنسان إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحاول ومنقصش عن مبلغ النصاب معنى ذلك أن هذا المال زائد عن حاجته يعني إيه زائد عن حاجته؟ يعني كان معايا فلوس والحمد لله فشلتها ما احتجتلهاش أكلته وشربته والبست واشتريت ودفعت مصاري في المدرسة كل الكلام ده اللي أنا عملته والحمد لله المبلغ ده متدخل فأنا عايز أشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه أنه أعطاني هذا المال أنا بقيت في نعمة والحمد لله إش معنى تقدير المبلغ ده؟ المبلغ ده أول خطوات الغنى اللي معاه النصاب حط رجله على أول طريق الغنى أقل من النصاب أنت فقير طيب معاه النصاب يبقى لو لا قدر الله تعذر أو تعثر في حياته يقدر بالمبلغ ده يصرف منه على نفسه ووسرته النفقات الضرورية أنا بتكلم في الضروري مش بتكلم في التوسعة إنما يقدر يعول نفسه وبالتالي الإنسان عندما يصل معه هذا المال إلى هذا المبلغ ويحول عليه الحول يبقى الحمد لله يشكر ربنا فيطلع عليه مبلغ ربع العشر ربع العشر اللي هو يساوي 2.5% يعني 25 جنيه عن كل ألف جنيه طيب ده بالنسبة لزكاة المال طيب بالنسبة لزكاة الذهب المرأة اللي معاها حلي بتلبسها مع لهاش ذكاة طيب المرأة اللي معاها حلي عندها مصغات غوائش وسلاسل إلى غير ذلك وبعدين المضى ادمت أو هي مش حسة بالأمان في شي لاهم أو هي حسة بالزهد أو اتكسروا أو شلتهم لأي أمر وقالت والله دول لوقت عوزة أصبح هذا الذهب مدخر إذا بلغ نصاب عدى علي شنة يبقى ساعتها هنطلع 2.5% دي اسمها زكاة الذهب الراجل اللي معاها سبايك وشايلها أو ذهب والدته وشايله أو أي مكان هو شايله وبعدين من الذهب وبلغ النصاب عدى علي شنة يبقى ساعتها برضو واجب 2.5% نطلع الفلوس دي المين زكاة المال تطلع مال وزكاة الذهب تطلع مال طيب زكاة الذهب قبل ما نسيبها المرأة هي المسؤولة عن إخراج زكاة الذهب بتاعها طيب جوزها قال لها انت ما بتشتغليش وأنا جايب لك الدهب ده وأنا اللي هطلع يبقى تطوع منه مفيش مشكلة يده يبقى يسقط عنها هنطلعوا المين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الفقير اللي معهوش قوت النهاردة معهوش أكل النهاردة فطر معهوش يتغدى المسكين معهوش يكمل الشهر معهوش يكفي نفسه السنة طيب العاملين عليها اللي هم المسؤولين عن جمع الزكاة وإعادة توزيعها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اللي اتنين دول مش موجودين حاليا وبعدين الغارمين المديونين في سبيل الله أمر موسع هل هو الجهاد ولا كل ما يحتاجه المسلمون لو وسعناها يكون أفضل إلى ما يحتاجه المسلمون عموما ابن السبيل واحد مسافر وفقد ماله حتى لو كان في بلدهم غني لكن هو الحال أنه فقير ومحتاج اللي يرجع به بلده يجوز إعطاءهم من الزكاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المال الحلال وأن يرزقنا البركة فيه وأن يرزقنا الصدقة بعد الزكاة السلام عليكم ورحمة وبركاته